السلام عليكم بنا تشويركم لمسا لكم امركم هانيا كنتم الناس كونوا على خير وبخير وان شاء الله يارب يلقاكم هذا الفيديو و جميع فيديوهاتف احسن احوالكم وبصحة جيدة هذه اهم حاجة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وتحت طلب جالكم وصفة لتكبير المناطق الانتوية خصوصا الجزء السفلي اي وحدة بغى تضخم جزء السفلي جالها بغى تكمبر تداريس بغى توليع رأي ضغطي للبسها تجري معك تقديلا فوق جالك هاد الوصح هادي كنقول بان هاليك وصفة زوينة نتيجتها مضمونة وصفة جبارة جدا واتش غيباليكم غير من المكونات جالها مكونات اللي غادي نشارك معكم في وصفة اليوم غير منهم غادي تعرفوا بان النتيجة واعة هاد الوصح هادي سحراوية انتم كتعرفوا ما شاء الله سحراويات كيفاش دائلها لطايت جالهم هاد الوصح هاد الوصح ينمشت حتى تبعتوها لبنات ترى غادي سعطيكم واحد طيب كنقولو الهبال الهبال اشي حاجة اللي واعي واعي بستفقي استعملوها بعينيكم غمضين لاناتيجة تبضمونا لما انطلعيكم مدخلو مباشرة وش اكتشفوا مكونات ديها طريقة تحضرها وكذلك طريقة استعمال ديها كيف كنقول لكم دائما بات نشوفين خليكم معي احتلال خاندي الفيديو اذا الغازلات جالية بقصة جالية غادي مدهو الفيديو دينا على بركة الله ونشرعو في اكتشاف مكونات وصفة اليوم ولكن الحاجة اللي غادي اطلب منكم قبل من من اكتشفوا المكونات تعروسها واحد لايك ما غادي اخد منك واعلو بضع ثواني ضغط على زال الاعجاب كومنتر زوين بحالك وما تنسيش انك تبعتجها الفيديو هادا محباباتك وصحاباتك واي وحدة بغا تزيد في الوزن بشكل طبيعي صحي وسليم وامن استرولي على امن اه بارتجوا مع الوصفات ديالي راكم كتشوفهم كلهم ما فيهم تش حاجة اللي يقدر الجسم نهائيا بالعكس انا ما كنتمش لكم غا الوصفات اللي كتزيد في الوزن لا بل كتكون عندها فوائد ومنافع على الصحة ديانا وعلى الجسم ديانا سوف نبدأ الفيديو جدينا على بركتي الله بالنسبة للمكوناة دير وصفة دياليوم كنتم هي وصفة مسامينة كتزيد في الوزن وفي نفس الوقت كتستهدف المناطق الامتوية خصوصا جزء السفلي جزء السفلي كتكبرو كتضخمو من ذك الشرفي سوف نستخدم بذور القبي حاول ما امكان تجيبو الاصلي والاصلي هي الاصلي هذه التي كتشد ديالي حبا كتالضغط علىها بيدك لتخدو من الزيت كيكو فيها الزيت مهم سوف نأخذ بذور القبي هاد البدور الاديبى ازوينة الكثير في زيادة الوزن تسمي الجسم وكذلك في تدخيم المناطق الانتوية من ذك الشرفي سوف نقوم لكم رقم واحد في الزيادة في حجم المناطق الانتوية سوف نحتاج حبوب اللقاح وما ادركه وحبوب اللقاح فوائدها كبيرة لا تعد ولا تحصى زوينا بزر صحيح انها تتحش هي كتزيد في الوزن رائع الجسم لو لو نبقى نقول لكم في فوائد ديالها من دابحة الغداء ما غاديش نساليها لكم غاديش نخلي لكم توما اي وحدة كيف نقول دائما بغا تعرف شنو كد خلداتها تمشي تقلب وتبحث ما غاديش نقول لكم انا الفوائد باش ما نطوش لكم في الفيديو مهم لانه بزر ديبنات كيقولي اختصري ما امكان غاديحجوا ايضا البذور الفصة او البذور البرسي بازاح بزر قد يكول لكم بذور الفصة كيقولي ايا رح نخدينها وراق هاد كراها النبات الفصة احنا ما غانستعملوش النبات ما نستعملوش الوراق البذور الزريعة ديالفصة سيخصوع عند العطار قولي لزرعة ديالفصة را غديعطيها الليكراها خطيرة في تسمين خطيرها الي في تسمين مايتنقش على شي واحد نهائيا سوف يحتاج ايضا الماكة الماكة راكم عارفين شنو كتدير را زوينة بزاف خصصة لتكبير الملاطق الانتوية وغادي يحتاج اخر مكوين هو التمر كين شبنات غادي يبعوها كيمشو يشروا التمر اللي تيكون عجينة جاهز ولكن ما نصحكمش بها ما كيكونش زوين را كي يجيبو غير ذاك الزبل دي للتمر هو اللي تعجنوه مهم لا علاقة انا ما كي يعجبنيش باش نحصلوا على عجينة الطمر انا وركم كيفاش غادي نديرو لها غا هو خونتو دك الطمر اللي تيكون معسل تيكون معلك رطب بزاف ماشي دك الطمر اللي قاسح ما غا يصلحش نفض الوصفة عادية اليوم بالنسبة للكميالة نقول لكم قاعد تقدروا تاخدو تمشو هكاد العطار قاعدنا 30 درهم ديال بودور الاكبي غير 30 درهم تاخدو 20 درهم مثلا ديال حبوب اللي قاح 10 دراهم ديال بودور نعطيتكم المقادر بالضبط وشوفوا الماكاشحل غادي يعطيكم فيها لان شوية 8 ديالة مرتفع مهم خدو خدو القياس لانتو ما قدرتو عليه هاد الشي هاده كاملة لبنات غادي التحنو والفصح حاولو ممكن لكم تحمرها واحد شوية تحنو هاد الشي هاده وغادي تخلطوه مع التمار التمار كيفاش غادي نستعملو وغادي نفورو اه او لغا نبخروه في كسكاس ديرو شوية جيل ما في البرمم ديرو التمار الفق فقسكاس وخلوه حتى يتبخر او ليتفور وعجنوه ولكن قلت لكم تاخدو التمار التي يكون ديالة هو معلك سهل ماشي داك التمار القاسح صافي غادي تفورو داك التمار وغادي تعجنوه مع طبعا حال التمار كيكون منزوع النواة غادي تعجنوه مع داك المسحوق ديال بودور الاعكبيه حبوب اللقاح حبوب اللقاح ما تحتاجوش تتحنوها قام الفصا والماكا تعجنو هاد الشي هاده مزيان حتفضو بيف شقراء ديالزاج بغيتو تاخدوه بحلاكة ممكن تاخدوه بحلاكة بيتو تستعملوه بالطريقة كيف نقلتها انا عن السيدة الصحراوية بالضبط قد تاخدوه قاتلي باش تعطيك نتيجة زوينة وسريعة قد تاخدوه اما مع كاس ديال بيرلي بيرلي بالضبط ماشي اي وقت اخو اولا كاس ديال الحليب يكون كامل الدسم بركسولي على كامل دسم يكون دافي سخون كنسخنوه وقديرو في واحد المعالقة تجوش المعالقة كبار من هاد الوصفة هادي اللي حضرنا وكنناخدوه اولا كنتاخدوها مع بيرلي لما بغيتش بيرلي ما بغيتش الحليب ممكن تستعمل الوصفة غير هكا كنتاخدها دائما من بعد الوجبات بعد الفطور من بعد الغداو من بعد ثلاثة المرات احتار بعض المرات في النهار تاخد معالقة كبيرة احتاجوش المعالقة كبار وكنتعطيوه احد النتيجة ما يمكنش المعالقة ركتليكم هنخليلكم توما الحكم انكم تجربوها وتردو عليها ان شاء الله في خلال التعليقات وهاد شي هادا كنقوله دائما اي وحدة استعملتش وصفة من الوصفات اللي كنتشارك معاكم ما تنساش ترجع التعليق وتخليلينا رأي ديالها والنتيجة ديالها كيفاش كانت وراء بوغو ساتنا غادي يكونوا وصلنا نهاية الفيديو وكنتمنى تكون لنات الاعجاب جايكم وتكونوا استفتوا معي كبيرتلكم فيديو كانت نزولا عند طلبكم ما تنساش قبل ان تخرجوا اهم حاجة تدعموا القناة باللايك بارتاج وكذلك بوحد الكمونتر ولا وحد تعليق زمين بحالك وحتى نتلقاش الله فيديو جديد ووصفات جديدة نقولكم صلاة وفريسكم ما تنساش اهم حاجة انني كان بغيكم بزا السلام عليكم